بعد أسبوعين من رفض الحكومة مقابلته في الرياض يعود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى المنطقة في مهمة استكمال بحث خارطة الحل فيما الرئيس هادي يغادر لعدن يعود ولد الشيخ هذه المرة بعد مساعي لم تتكلل بالنجاح أيضاً لوزير الخارجية الأمريكي والذي كانت تحركاته امتداداً لخارطة الحل المقدمة من ولد الشيخ واستدمت بذات العراقيل مصدر حكومي قال إن ولد الشيخ سيزور الرياض للقاء الجانب الحكومي وفي اللقاء سيتم تسليم المبعوث الأممي ملاحظات السلطة الشرعية على خارطة الحل الأممية فيما من المقرر أن تشمل جولة ولد الشيخ صنعاء ومسقط للقاء وفدي الانقلابيين هناك ترفض الحكومة التعاطي مع الخارطة الأممية بنسختها الحالية وتقول إنها لم تأخذ بالمرجعيات الأساسية المتفق عليها وتراهن على نسخة جديدة من الخارطة تأخذ بالاعتبار مطالب الحكومة ورؤيتها للحل وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن حكومته ستقبل أي تهديئة تنطلق من أرضية المرجعيات الثلاث المتفق عليها مؤكدا أن التعاطي مع حل شامل للأزمة يجب أن يسبقه انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح تنتظر ولد الشيخ مهمة شاقة في العواصم الثلاث ففي حين يبدو الموقف الحكومي واضحا في رفضه لخارطة الحل بنسختها الحالية دعا الانقلابيون ولد الشيخ إلى الحياد وقال رئيس وفد الميليشيا أن جماعته ليست راضية عن أداء المبعوث الأممي مجددا التأكيد على رفضه من مشاركة في لجان التهديئة قبل إيقاف الغارات مرة أخرى تبدو مهمة المبعوث الأممي بالأفق في ظل الاشتباك القائم واستمرار التجاذبات حول خارطة الحل المطروحة وما مغادرة هذه إلى عدن إلا رسالة على ما يبدو على استمرار الموقف الحكومي المتشدد في رفضه لخارطة ولد الشيخ ومساعي موسيقى